السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلاب ومرحبا بكم في محاضرة من المحاضرات النحو العربي التي نتحدث فيها إن شاء الله تعالى إكمالا للمحاضرة السابقة عن باب المعرفة والنكرة أو النكرة والمعرفة وكنا قد تحدثنا عن النكرة وتعريفها وأقسامها واليوم نتحدث عن المعرفة ما هو الاسم المعرف وما هي أقسام الاسم المعرف فالاسم المعرفة هو اسم يدل على شيء معين مثل أنت مخلص أنت هذا معرفة فالضمير هنا معرف أنت حددت شخصا بعيني وهو أنت المخاطب وعندما أقول أنا مسلم فأنا اسم معرفة دال على المتحدث فهو حدد شخصا بعينه المقصود بالحديث فهذه هي المعرفة التي تدل على مسماها بعينه أو تدل على مسما بعينه تحدده من بين قرنائه وأمثاله والمعرفة كما تحدثنا قبل ذلك عن النكرة وقلنا إنها قسمان فكذلك المعرفة قسمان القسم الأول لا يقبل المطلقا وسأذكر لك لماذا والقسم الثاني من أنواع المعارف ما يقبل ولكنها لا تدل على التعريف بل هي زائدة نقول عليها زائدة للمح الأصل سأوضح لك بعد قليل إن شاء الله تعالى أما القسم الأول وهو ما لا يقبل أل مثل سعاد وعمر هذه أعلام هذه معرفة من أنواع المعرفة العلم فسعاد علم على شخص على فتاة على امرأة على مؤنثة كذلك عمر فهو اسم علم لشخص مذكر بعينه فلا يحتاج إلى تعريف لا يقبل أل لماذا؟ لأنه أصلا معرفة فأعرف المعرف هذا لغو هذا لغو في اللغة فالأصل في المعارف أنها لا تقبل أل مثل عمر وسعاد القسم الثاني من أنواع المعارف هو لا يقبل أل أيضا معذرة القسم الثاني من أنواع المعارف ما يقبل أل مع أنه علم ولكنها ليست للتعريف لأنه هو معرف بالعلمية لأن من أنواع المعارف ومن أهمها هو العلم ولكن تكون أل هنا زائدة للمح الأصل مثل عباس يجوز أن تقول العباس مثل حسن يجوز أن تقول الحسن مثل حسين يجوز أن تقول الحسين لماذا هنا دخلت الألف واللام على هذه الأعلام مع أنها معارف أقول لأن هذه المعارف أو هذه الأعلام في الأصل كانت أوصافاً ولم تكن أعلاماً أول ما استخدمها العرب استخدموها أوصافاً مثلاً أقول لك أنت محمود الصفات أنت محمود الصفات محمود هنا ليست علم بل هي وصف لشخص معين فأخذنا هذا العلم وسمينا به شخصاً محمود فأصبح الآن علم منقول عن اسم المفعول كذلك أنت حسن الوجه حسن هذه صفة لوجهك الحسن أخذناها ونقلت عن أحد المشتقات سواء كان اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو غير ذلك من المشتقات فنقلت من الوصف إلى العلمية فهذه الكلمات تقبل أل لتدل على وتلمح إلى أن أصلها كان وصفاً ثم نقلت إلى العلمية مثل منصور أنت منصور في أيامك إن شاء الله منصور أخذنا أنت منصور أخذنا كلمة منصور هذه وأسمينا بها شخصاً فأقول المنصور مثلاً يمشي المنصور أبو جعفر المنصور دخلت عليه الألف واللام لماذا؟ لنقول هنا الألف واللام زائدة لماذا؟ للمح الأصل أي لتشير إلى أن أصل هذه الأعلام أول ما استخدمها العرب استخدموها أوصافاً ولم يستخدموها أعلام بعكس ما لا يقبل أل من المعارف مثل سعاد وأد وعمر فإن هذه الأعلام أول ما استخدمها العرب استخدموها أعلاماً على أشخاص ولم تكن أوصف ننتقل إلى الركيزة التي سنتحدث عنها في محاضراتنا السابقة إلى نهاية المستوى إلى نهاية هذا المستوى من الناحو وهو المستوى الأول وهي أنواع المعارف فالمعارف في اللغة العربية سبعة أعرفها أشدها تعريفاً هو الضمير مثل أنا أو أنت أو هو أو هي النوع الثاني من أنواع المعارف العلم مثل خالد، زينب، محمد، فاطمة، خديجة، عائشة، علي، خالد النوع الثالث من أنواع المعارف وهو أسماء الإشارة مثل هذه النوع الرابع من أنواع المعارف هو الأسماء الموصولة مثل الذي التي ألذان الذين ألاء ألاتي ألاء النوع الخامس وهو المعرف بأل أي الذي يقبل ألف واللام لتدل فيه على التعريف مثل الكتاب كان أصلها كتاب فدخلت على أهل الألف واللام فدلت على التعريف النوع السادس من أنواع المعارف هو المضاف لمعرفة يعني اسم نكرة ولكنه جاء بعده مضاف إليه وهذا المضاف إليه من أنواع المعارف مثل كتابي فكتاب نكرة ولكن عندما أضيفت إلياء المتكلم أصبحت معرفة ويسمى المعرف بالإضافة أو كتابك أو كتابه كلها من أنواع المعارف ويسمى المعرف بالإضافة النوع الأخير من أنواع المعارف وهو النوع السابع وهو المنادى النكرة المقصودة المنادة إذا كان نكرة مقصودة كقول الأعمى يا رجلا كقول الأعمى كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي سنوضحها إن شاء الله في باب المنادة في أقسم المنادة أكثر فالأعمى مثلا وهو لا يرى من أمامه أو من بجواله فيقول يا رجلا خذ بيدي يا رجلا خذ بيدي في هذه الحالة يكون كلمة رجلا هنا معرفة بالنداء فبذلك نكون انتهينا من هذه المحاضرة التمهيدية التي تمهد لباب المعرفة والنكرة فنبدأ في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى الحديث عن أنواع المعارف واحدا تلو الآخر فإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة